بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وأصحابه وموالاه وبعد فنتابع الحديث عن الاستسلام لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وافقها والنفس أو خالفها في كتاب حول ترجمة المرحوم الإمام العلامة الشهير والعارف الكبير فضيلة سيد الوالد الشيخ محمد نجيب سراج الدين الحسيني رحمه الله تعالى الواجب على المؤمن أن يعلم ويؤمن يقينا أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه سعادة الدنيا والآخرة وصلاحهما مهما تعاقبت الأجيال وامتدت العصور لا يحتاج إلى تبديل ولا تعديل ولا تغيير روى الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجي بالداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فمن أطاع محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين الناس أي ميز الله تعالى به بين أهل الجنة وأهل النار وبين من أطاع الله تعالى وبين من عصاه قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأبان الله تعالى أي بيّن أنه صلى الله عليه وآله وسلم ويهدي إلى صراط مستقيم فقال تعالى ولكن جعلناه نورا أي القرآن نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم والمعنى إن السير على الصراط المستقيم المنصر إلى الله تعالى لا يتحقق إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسير وراءه فإنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الهادي الدال على الصراط المستقيم والمبين له وما يتطلبه السير على الصراط المستقيم وذلك باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين